نهاردة محمود عبد المنعم كهرباء ومؤمن زكريا كانوا في النادي الاهلي على مران الفريق يعني حضروا مران الفريق في ملعب مختار التتش عشان يدعموا زميلهم قبل السفر للمغرب يوم الأربعة اللي جايز على هذا المواجهة الوداد المغربي كهرباء وزكريا قالوا خلال لقاءهم مع اللاعبين انهم واسقين في جدراتهم على طفوز وتحقيق البطولة رقم 11 في تاريخ النادي مؤمن ربنا يشفيه مؤمن زكريا يا ربي يشفيه يا ربي يشفيه ويفضل في أحسن صحة وأحسن حال محمود عبد المنعم كهرباء لسه كان عنده مواجهة من يومين مع الطاية التركي صنع هدف صنع هدفين وسجل هدف واختتم مشواره مع الفريق التركي بعد رحلة عارة قصيرة من النادي الاهلي طيب ايه بقى حكاية كهرباء ايه بقى قصة كهرباء جمهور النادي الاهلي يسأل وطبيعي يسأل هو كهرباء موقفه ايه الموسم اللي جاي هو كهرباء هيكمل مع الاهلي ولا مش هيكمل مع الاهلي هو كهرباء موسماني عايزه ولا مش عايزه هو كهرباء الإدارة اللي مش عايزاه ولا عايزاه حكاية طول الوقت حكاية كهرباء دي حكاية مفتوحة وحكاية فيها قيل وقال قيل وقال موسيماني اللي بيصرب أو بيقال يعني موسيماني ما كانش عايز كهرباء من أول يوم بعد كده موسيماني نفسه يطلع يقول لا أنا كنت عايز كهرباء من أول يوم إدارة النادي الأهلي توافق على إعارة كهرباء فيتقال أنه النادي أو النادي الأهلي يوافق على إعارة كهرباء بناء على طلب بيتسو موسيماني يطلع بيت سمو سماني في برنامج ويقول انا معرفش حاجة عن رحيل كهربا فيتقال ان اقدارة النادي الاهلي هي اللي مشت كهربا طيب نتكلم بقى بالمنطق وبالعقل واحدة واحدة كده اولا كهربا لاعب كبير جدا لاعب دولي ولاعب حريف ولاعب عنده مهارات والسي بي بتاعه سي بيه محترم جدا سواء مع الاتحاد او مع الزمالك او مع اي فريق لعب فيه كهربا كان ليه بصمة خلاص يبقى احنا كهربا ما فيش خلاف على المستوى واحد اتنين بيت سمو سماني لو مش عايز كهربا من حقه يبقى ما مش عايز كهربا انا في النهاية المدرب اللي بيختار اللعيبة اللي عايزة تشتغل في منظومتي يعني ايه يعني ممكن الكهربا يكون ده نجمي النجوم بس مش راكب على المنظومة بتاعتي فمن حق الموديل الفني انه يختار هذا الامر بس مو سماني يقول لنا او يوضح او يأكد ان هو مش عايزه وليه بقى احنا ممكن نقول ان بيت سمو سماني مش عايز كهربا عشان طول الفترة اللي كهربا كان متواجد فيها مع النادي الاهلي مو سماني ما كانش بيدي فرصة لكهربا زي ما بيعمل بالزبط مع حسام حسن فاحنا بنقول ايه مو سماني مش عايز حسام حسن واضحة مو سماني ما بيلاقبش كهربا يبقى مش عايز كهربا مش عارف يستفيد منه فحاجات بتبقى واضحة ومفهومة بس بنفضل نقول ايه انت عشان ما بتحبش كهربا او ما بتحبش مو سماني لا هي قصة مش حكاية وموضوع الراجل محتاج كهربا يكمل مش محتاجه ما يكملش انا قدر اقول لك من دلوقتي ان كهربا ممكن ما يكملش مع النادي الاهلي لكذا سبب انه هو مش ينفع يتقايد الله في الموسم الجديد وانه حتى هذه اللحظة بيت سمو سماني هو الموديل الفني للنادي الاهلي وانا اعتقد انه الفكر بتاع بيت سمو سماني بالنسبة لكهربا ما تغيرش فممكن كهربا ما يكملش مع النادي الاهلي سواء على سبيل الاعارة او البيع